اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم مرة اخرى كنا مع بعض في جولة في الاراضي المقدسة وتكلمت عن قول المسيح انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف بداية الحلقة طلبت منك اتعلق يعني ما هو مفهومك عن قول المسيح انا هو الراعي الصالح ومن يستطيع ان يقول هذا التعبير وكيف فهمه الناس المعاصرون لشخص المسيح الناس اللي كانت مع المسيح كيف فهموا هذه التعبيرات واليوم لما منسمع شخص يقول انا هو فاذا نحن نصطدم بشخصية وهوية مميزة اما ان تقبله قبولا كاملا وتسلم حياتك تسليم كامل لهذا الشخص او ممكن انك ترفض رفض تام موسيقى 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 موسيقى